اهلا ومرحبا بكم معزياء المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام اصدرت وزارة الداخلية الحالية بيانا قالت فيه ان وزارة الداخلية تنسق مع الفصائل لحصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة طبعا الفصائل كلمة لتجميل حقيقة الميليشيات يعني بدلا من يقولوا ميليشيات يقولون فصائل وهم يسمونها فصائل مقاومة اسلامية وهي ميليشيات وعصابات فالحكومة ممثلة بيزارة الداخلية تنسق مع العصابات والميليشيات لحصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة الله اكبر ما هو السلاح اساسا يعني بيد من ما هو بيد هذه الميليشيات وهذه العصابات وهي هي التي تجعل السلاح منفلتا وليس بيد الدولة هي الاساس في كل وجود هذا السلاح وهي الجهة التي تتحكم بتجارة هذا السلاح في العراق هو من يتحكم بهذا السلاح يعني ثلاثة ثلاثة فروع للتجارة هي التي تأتي بأعلى الأموال وهذا ما يقوله كل التجار وكل الدراسات تقوله تجارة المخدرات تجارة الأسلحة تجارة الأدوية والثلاثة بيد الميليشيات وغيرها من تجارات أخرى تجارة النفط وغيرها يتركنا منعدها لكن ذني التجارة ذني فروع فروع التجارة هذه بيد الميليشيات إذن السلاح هو بيد هذه العصابات وهذه الميليشيات أنت تنسق مع الميليشيات أنت تعتبرها جزء من الدولة وهي لا تعتبر نفسها جزء من الدولة هي تعتبر نفسها جزء من الدولة عندما تتحدث في بيانات تحدث الآخرين بشكل أو بآخر أما في واقع الحال هي تتصرف ضد الدولة وضده وهي أعلى من كل شي وكثير من الحوادث يعني الآن لو نعدد يعني ما نتوقف يعتاج أنه ساعات طويلة لكي نعدد كل الأحداث التي تؤكد أنهم خارج الدولة ومالهم علاقة بالدولة وهم فوق الدولة ويقولون نحن فوق الدولة هو السلاح المنفلد كم قطعة سلاح في الشارع الآن الآن كل التقارير رغم أنه ماكوحصائية ثابتة لكن التقارير غلبية تتحدث عن أكثر من 15 مليون قطعة سلاح في الشارع وهذه قطعة السلاح متنوعة منها أسلحة ثقيلة خفيفة متوسطة وثقيلة حتى وليتنتلكها ميليشيات وعشائر وعصابات وأفراد مصاحب كبيرة فوضى السلاح في العراق يعني تشكل الخطر الأكبر على حياة المواطنين وهي بيد الميليشيات وبيد العصابات فكيف يمكن أن من يحملون هؤلاء من يجب إيقاف هؤلاء من أجل من الذين يجب أن يعني يسحب من أيديهم السلاح ننسق معهم لجعل السلاح محصوراً بيد الدولة هذه يعني حقيقة واحدة من الفوازير الكبيرة يعني تحتاج إلى حال كبير يعني لا يمكن العقل أن يصدقها كيف يمكن هذا موضوع يعني قبل فترة الحكومة وجدت باب للفساد جديد فوضعت مبالغ كبيرة لأجل شراء السلاح وإذا بهذا الأموال تذهب والسلاح ما زال يتكاثر لأنه حدود مفتوحة والسلاح يأتي بطرق عديدة هناك جهات ترعاة ولا حد يستطيع أن يوقف ف الأموال راحت والسلاح ازداد ولم يشتروا شيئا وال العشائر تستعرض بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة يعني بالوفاة بالعراس بالزواج بالتوعد بالقصاص من طرف معين يستعرضون بالأسلحة وكذلك تستعرض الميليشيات والعصابات ومجاميع أخرى لا تعرفها كلهم يستعرضون بالأسلحة وأمام أنظار القوات الأمنية ما تسمى بقوات الأمنية أمام أنظر الحكومة ولا يستطيع أحد أن يفعل شيء هذا واقع حال وأهل العراق ينظرون هذا الموضوع ويشاهدون بأعينهم وينظرون كيف تتصرف هناك عصابات الاغتيال والقتل وتقطع شوارع ويعني تمنع تجوال وتوقف شوارع كاملة عن الحركة وتتمرى مواكب معينة ولا أحد يستطيع أن يتحدث بها والسلاح مرفوع بأيديهم ولا تعرف من هؤلاء الأسلحة لها أسواق مفتوحة في الحقيقة وحتى في وسائل التواصل الاجتماعية هم مواقع يبيعون أسلحة والحكومة تعلم وأجهزتها تعلم وزارة الجاغلية تعلم ولا أحد يفعل شيء الآن والله النس قوي والعصابات والميليشيات حتى نسحب السلاح ونحصر السلاح ونظمه بيد الدولة كيف هذا ماذا ينحل هذا اللغوز؟ هذا السلاح المنفلت لأنه هناك ضعف للدولة ضعف بالقانون عدم الثقة لأنه ماكو بيتي اليوم بالعراق ما عنده سلاح وأكثرهم قطعة سلاح عندما تسألهم بالحقيقة أنتوا ليش يعني قسم من عندهم يعني ليس لهم علاقة لا بعصابات لكن هو ما عنده ثقة ما عنده ثقة لا بالحاضر ولا بالمستقبل ولا بالوضع دائرة ما دائرة بالوضع الذي محيط به لا يعني ما لا ثقة فيها فيعتمد على نفسه في حماية نفسه وحماية عائلته لذلك يقتن السلاح لوضاع الأمنية والاقتصادية ماكو ثقة بيها والتهريب مفتوح وتهريب والحدود وما يحتاج نقول تهريب يعني هو تجارة تدخل الأسلحة بشكل بشكل طبيعي يعني هذه الدولة المضبوطة وأكو حرص حدود وأكو غوابط وقوانين يسمى تهريب هذا مو تهريب في العراق ما عندنا تهريب لأنه يعني مثل ما يوقع العيني عينك تدخل من السيطرات التي تقف بها الحكومة وتقف بها الميليشيات تدخل يعني الشاحنات التي تحمل تحمل الأسلحة والبواخر التي تقف في الأرصفة الميناء تحمل الأسلحة كلها تتأتي وحدي الأسلحة وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وتجارة الأدوية كلها بيديهم وكلها يتحكمون بها وكلها قاتل العراقيين المخدرات تقتل العراقيين الأدوية الفاسدة والأدوية بأسعارها ومصائبها تقتل العراقيين والسلاح يقتل العراقيين فتتعدد أسباب الموت تتعدد الأسلحة والموت واحد مثل ما يقال هذا واقع الحال لذلك في العراق مشكلة كبيرة فأن تأتي وتقول لوزارة الداخلية أنها تنسخ مع الفصائل لأجل حصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة هذا واحد من الغاز الكبيرة التي تحتاج أن يشرحوه للناس حتى يقتنعون الناس بهذا الكلام وهو غير مكنى نهائيا وغير حقيقي نهائيا ومحاولة تقدير الناس بطريقة أقل ما يقال عنها أنها ساذجة ما لسف الشديد السلاح سيبقى من فلتن ما دام الميليشيات موجودة ما دام تجار السلاح بأيديهم ما دام الدولة ضعيفة ما دام الأجهزة الأمنية وقوى الدولة أضعف بكثير وتابعة لهذه الميليشيات وغير قادرة أن تواجه هذه الميليشيات وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة